تحذير من الوزارة لجميع طلاب الصف الثالث العدادي تخفيض تنسيق المرحلة الثانية والثالثة في 15 محافظة وهنعرف إن شاء الله التنسيق في كل المحافظات اللي نزلت وكمان المحافظات المتوقعة اللي هي تنزل مرحلة الثانية والثالثة كمان هنتكلم عن تابلت أولى سنوي الجديد لأنه نتغير التابلت كمان رسوم سنوي خدمات رسمية وموعد وصول استمارة النجاح كل ده هتلاقوه في الفيديو ده هتمنى أن نتابع الفيديو للآخر كمان فيه إجابة على تساؤلات طلاب وطلبات كتيرة ننساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعل الجرس على كلمة كل أو قول عشان يوصل لك كل الأخبار التعليمية والخدمية اللي مقدمة على قناتك التعليمية مستر مانول السؤال ده جال كتير خالص ازاي نجدم خدمات طيب خدمات يا جماعة مش بتتجدم إلكترونيا بتتجدم ورقي هتروح تجدم ورقي عن طريق الشهادة اللي هتوصلك الشهادة اللي وصلتك ومجموعة درجات بتاعك هتروح تجدم بيه خدمات في الإدارة الخاصة بيك طيب كل إدارة بيبقى فيها مجموعة مدارس انت هتشوف أجرب مدارس يعني ده سهل قالص هتروح للإدارة التعليمية اللي قالصة ويقولنوا يا جماعة أنا عايز أعرف مدارس الخدمات الموجودة في المركز بتاعه والمحافظة بتاعتي وأجرب مدرسة بالنسبة لي وهتروح تجدم فيها على طول طيب خلال ما احنا بنتكلم على خدمات نكمل بالنسبة لخدمات لأن وزارة التربع والتعليم قاعدة إن رسوم خدمات هتوبى 2200 جنيه طبعا هي قليت على السنة الفات لكن جالت لكل محافظ ليه إن هو يشوف المحافظة بتاعته بمعنى إيه يعني فيه محافظات ممكن تجل أيوة فيه محافظات ممكن تكتر أيوة لكن ده اللي هو المتوسط بتاعه كل المحافظات هيبقى 2200 جنيه طيب هيستلموا تابلت يا مستر أيوة هيستلموا تابلت نظام الدراسة زي نظام سنة وعام بالزبط ما فيهوش أي اختلاف أو أي حاجة وما فيهوش جلج من ناحية النقطة دي لعنى طلاب كتيرة سألتني بخصوص سنوي خدمات وحبت أجاوب على كل الأسئلة اللي تسألتني بخصوص سنوي خدمات كمان فيهو مطالبات بتنسيق الغربية وكمان محافظة السيوت قدينها بنطالب مع بعض ومستمرين في المطالبات كمان محافظة سوهاج ما نزلتش لغاية دلوقتي أنا بطمينكو أن محافظة سوهاج هتنزل لأن التنسيق بتاعها عالي جدا مفيش جلج ان شاء الله و هتنزل يعني متجلبوش ومحافظة جيزة يا مستر يا رب تنزل خمس درجات محافظة جيزة نزلت في التعليم الفني سواء الفني وتجاري أو الاصطناعي و هنشوف مع بعض الوقت بعد شوية الحاجات اللي نزلت في محافظة الجيزة يعني مثل لو سمحت أنا ما نقصده مجموعة 236 والتنسيق نزل مرحلة ثانية بيجي 235 نروح تجدم في المكتب أجلول لسه تقديم الإلكتروني للمرحلة ثانية بفتح شايفتح إمتى خلاص فاتح من النهاردة تنسيق إلكتروني يا جماعة فاتح من النهاردة يعني كل الطلاب اللي نزلوا مرحلة ثانية هيقدر يقدموا النهاردة روح النهاردة روح بكرة روح بعد و خلاص هتلاقي التنسيق بتاعك فتح عادي ما فيش أي مشاكل خالص بالنسبة للتقديم الخاص بيك برضو السؤال ده من الأسئلة لسهلتني كتير ينفع أحاول من القهرة للجيزة سنة وعام أعمل إيه من فضلك يا جماعة أنت بتخشي السنوي اللي موجود في المحافظة بتحتك لأن أنت لازم تجيب إيجار أن أنت ساكن في المحافظة دي من ست شهور وده هيبقى صعب بالنسبة لك حالة واحدة بس أن أنت تقدر تخش فيها في المحافظة تانية وهي السنوي الخاص غير كده هتبقى صعب الأمور بالنسبة لك لازم تدخل في المحافظة اللي أنت حصلت على الشهادة الأددية منك كمان فيه مطالبات بتخفيض تنسيق محافظة المينيا لـ 220 نتمنى ودينا بنطالب معاك إن شاء الله هل فيه مرحلة تانية القاهرة أرجل رد القاهرة فعلا نزلت مرحلة تانية كده بتتكلم على مرحلة تانية لو سمحت يا مستر بحيرة خدمات نزلت لا لسه منزلتش هيكون فيه تخفيض ولا لا أكيد البحيرة يكون فيها تخفيض رجاء إحنا تعبنا والفن الصناع مرتفع جدا لا كله هينزل ما تجلقش بعد نهاية المرحلة الأولى كله هينزل نطالب تخفيض محافظة البحيرة الـ 220 واحنا بنطالب معاك يا محمد أدينا بنطالب من خلال الفيديو شارك إنت الفيديو عشان نوصل صوتنا فيه محافظات نزل هل فيه مرحلة تالتة محافظة القلبية بعد انتهاء المرحلة دي هيوضح الأماكن الفارغة ولا لا طب لو سمحت نجيبها 217 عايز أدخل واحد عشان أجدم سنوي درجة واحدة إن شاء الله هيتنزل شمال سيناء ما نزلتش مرحلة تانية أنا مش عارف أجدم تجارة ولا أجدم دلوقتي عشان الأمور مش محتملة لا أجدم دلوقتي عشان تضمني مكان الخدمات مصرفات عالية مش حمل مصرفات نتمنى تقفيد محافظة أسوان نتمنى تقفيد برض السنوي الفني من يجب أن حصل على مش فتحكي للأسف محافظة أسوان السنوي الفني عالي وكماان السنوي العام عالي ففي مشكلة بالنسبة للطلاب لكن احنا مستمرين في المطالبات بتاعتنا وإن شاء الله محافظة أسوان ستنزل في وقت قريب خالص إن شاء الله بعد انتهاء المرحلة الثانية نحن عندنا القاهرة عندنا مرحلة أولة وتانية الأكسور عندنا مرحلة أولة بس بنيشوايف عندنا مرحلة أولة جنوب سيناء مرحلة الإجيزة عندنا مرحلة أولى ومرحلة ثانية سنوي فني سنوي فني البحيرة مرحلة أولى نزلت مرحلة أولى الإسماعيلية مرحلة أولى والبحر الأحمر مرحلة أولى الشرقية مرحلة أولى وتانية على مستوى سنوى العام والخدمات سهاج مرحلة أولى برسعيد مرحلة أولى شبال سيناء مرحلة أولى القليوبية مرحلة أولى وتانية دمياط مرحلة أولى وتانية السيوت مرحلة اولى وتانية سواء في السنة والعام والخدمات والوادي الجديد مرحلة اولى وتانية والمنوفية مرحلة اولى الدقهلية مرحلة اولى مطروح مرحلة اولى وتانية عن كفر الشيخ مرحلة أولى وتانية وتالتة دي نزلت ثلاث مرات بالنسبة باجا للفيون مرحلة أولى بس أسوار مرحلة أولى بس السويس مرحلة أولى لكن المرحلة الأولى نزلت مرحلة تانية 13 درجة أسكندرية مرحلة أولى وتانية المينيا مرحلة أولى وتانية جينا مرحلة أولى بس والغربية مرحلة أولى طبعا هنستمر في الهاشتاج ارحموا الطلاب والأهالي التنسيق العالي اهلينا مش حمل الخدمات ولا الخاصة التعليم حق للدعبية تخفيض تنسيق سنوي المحافظة وتكتب اسم المحافظة بتحتك حاول تشارك الفيديو عشان صوتنا يوصل للمسكنين كمان ردت وزارة التربع والتعليم بخصوص التابلت وجالت ان السنة دي فيه تابلت جديد اتفقوا مع شركة جديدة طبعا مش اقدر اذكر اسم الشركات لان ممنوع ذكر الشركات لكن تم تغيير شكل التابلت يعني مش هتستلموا نفس تابلت السنة اللي فاتت هتستلموا تابلت جديد بمواصفات جديدة وفيه استبرار للتابلت طب من الفئات اللي هتستخدم التابلت ثلاث فئات احنا عندنا السنوي العام هيستلم تابلت والسنوي الخاص هيستلم التابلت وسنوي خدمات هيستلم التابلت حتى الان هو الفئة الوحيدة اللي في السنة ومش هتستخدم التابلت وهي السنة والمنازل طب امتى مستر تقديم سنة والمنازل سنة والمنازل دولا بيجدموا في 1-11 وده كان بعد اللقاء ما بين وزير التربية والتعليم وهي رئيس الوزرة وفيه كمان يعني نويين انهم ما ينزلوا باقي المحافظات اللي هي مازج يعني احنا عندنا 15 محافظة نزله طب امتى مستر هتنزل هتبتدي تنزل من اسبوع ده طب هي السبب لان خلاص تم حصر العداد في المرحلة الاولى هيبقى فيه اماكن في المرحلة التانية وعلى هذه الاماكن كله هيقدر يدخل سنوي عام بالنسبة لسنوي عام كله هيقدر يدخل سنوي عام بعد ما يخلص على طول تجديم المرحلة الاولى نتمنى لكم التوفيق دايما يا رب متحققكم كل دموحاتكم تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان تتابع معايا كل الاخبار لحظة بلحظة ان شاء الله